السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي رجالة وقى نسات والاعداتي. اهلا بيكم ان شاء الله. هناخد قصة اه او المرأة التي اختفت لصف الاول اعدادي اللغات والتجربة. انا كنت شرحها بلكده موجودة على القناة بس في ناس كتير اشتاكوا من جود الصوت ومعالش بقى ساعتها كنت لسه مبتدئ وبتاع. فالصوت كان واحش وانا ما كنتش طالع برضو وكان في مشاجر كتير يعني. فعشان خاطركم وتعلافكم الجميلة ان شاء الله هنشرحها تاني من اوله جديد. بصوت واضح وصورة ان شاء الله هتكون اعلى من المرة اللي فاتت بكتير. طيب نبدأ الاول حاجة بشخصية بتاعتنا. اول شخصية عندنا لني سامويل او ساميول اللي هو يعني الراوي يعني الشخص اللي بيحكي يعني الشخص اللي بيحكي القصة او بتاع القصة. شغال يعني يعني محقق قص. محقق قص ده زي المغبر كده بس مشتغلت بقى الحكومة شغال مع نفسه. عندك مشكلة او في قضية او كلام من ده. انت بت بتديله فلوس وهو بيبحث لك بقى في القضية وكلامك. ده الراوي. طويل. يعني بني. براون هير وشعر بني. and very nice teeth. وسلم انه حلوة اول شخصية تاني شخصية عندنا. هيلين جارفيلد. هيلين جارفيلد. هيلين جارفيلد. like a girl of about 18 years old. ابنت عندها حوالي 18 سنة. with blue eyes. يعني هزرقة. and long blonde hair. وشعر اشعر طويل. شعرها صفر يعني. she wants lenny. وعاوزة من lenny and to find her twin sister. انو يلاقي اختها التوأم. Elaine. اختها التوأم اسمها Elaine. بقى هيلين هي اللي رحت له عشان يدور على Elaine. who has disappeared. اللي اختفت. actually Elaine and Helen Garfield are the same person. actually معناها في الحقيقة او في واقع الامر يعني. Elaine هي هيها هيلين. يعني ما فيش اختيتها او ما لحاجة. وهنا عرف كمان شوية ليه يعني. ثلاث شخصية. the porter of the mansion building. البواب او البواب او اصلا بورتر معناه شهيل بس هنا مقصود بها البواب بتاع mansion building. mansion building دي كان العمارة اللي كانت عايشة فيها. one of the two criminals. آآ جو. قال لك مين جو دا? قال لك one of the two criminals who attacked Lenny in Elaine Garfield's apartment. واحد من الاتنين المجرمين اللي هجموا على لني في شقة Elaine Garfield. he is a short man with red hair and nasty smile. راجل آآ قصير وشعر احمر. nasty معناها اصلا يعني قبيح او حاجة رحشة. nasty smile اللي لا ابتسمة بردة كده او ابتسمة سخيفة. التاني is a tall man with a gun. رابل الطويل اللي معم سدس. ده كان بقى the other criminal who attacked Lenny. المجرم التاني. اللي هاجم Lenny. he was wearing a hat وكله بسطاقين. الشخص اللي بعد كده mister meyer. مين mister meyer? قال لك Elaine's manager. المدير بتاع المكتب اللي كانت شغالة فيه Elaine Garfield. he is about fifty five years old. عنده حوالي خمسة وخمسين سنة. with grey hair. شعر ابيض. grey face. ووشه كمان ابيض بس مش ابيض اللي هو كده ابيض شاحب يعني. اللي هو عجوز اوي. شخص اللي بعد كده سوزي جراهم. مين سوزي جراهم? قال لك Elaine's partner. كانت تريكة Elaine او كانت شغالة معها في المكتب يعني. a small and slim girl. بنت حجمها صغير كده. slim يعني آآ رفايع بس مش قوي. اللي هو ممشوكة القوام زي ما يقوله كده اللي هو ايه ضرفاعة ولا تخيل نان. she has a pair of beautiful big brown eyes. عنده عنين بني جميلة جدا. she is a nice girl وبنت لطيفة. بعد كده ازا cleaner at last cabanas. عامل النظافة اللي كان شغال في last cabanas. last cabanas ده كان آآ ملها ليلي او كباري يعني بمعنى صحة كده كان شغال فيه benigreeb. من benigreeb بقى? قال لك he is the drummer of the band at last cabanas. كان شغال طبال في الفرقة اللي في last cabanas. and elaine's boyfriend. وكان في نفس الوقت. الboyfriend او صديق elaine garfield. he is handsome. شخص وسيم. with quite long black hair. وشعره طويل شوية وسود. شخصي اللي بعد كده is the tooth with men who arrested lenny in benigreeb's apartment. الاتين الزباط اللي ابضوا عني آآ سامويل في شقة بتاعت benigreeb. قال لك one was about twenty five years old and the other about forty. كانوا اتنين. واحد عنده تقريبا خمسة وعشوين سنة والتاني كان عنده حوالي اربعين سنة. sergeant murphy sergeant murphy sergeant murphy sergeant اصلا معناه رقيب اللي هو ردبة في الجيش يعني. ومرفي ده اسمه. قال لك he is about fifty five. عنده حوالي خمسة وخمسين سنة زي يمين زي مستر ماير اللي لسه آآ من شوية. and completely bold. bold معناها اصلع او اقرع. فcompletely bold معناها اقرع خالص. مافيش شعراء يعني. زلبطة. he hits private detectives. وبيكره المحاققين الخاص. اللي بعد كده the policeman رابل الشرطة. قال لك who was with lenny samuel after he was brought from the road on golden drive. golden drive ده مش اسم مركز الشرطة golden drive ده الطريق اللقوه مرمى عليه آآ لني سامول هيدربوه اللي اصابة تضربوه هترمع الطريقه بتاعه في حتة اسمها golden drive. فنس هتلاقيه مغمى عليه هتاخده وتوديه اسم الشرطة. هنقول برضو بعد كده ليه. طيب الكلمات بتاعتنا راوي او اللي بيحكي القصة زي موانا اسموه narrator narrator آآ جاسوس خاص او محاقق خاص private eye او private detective. شيال او شايس او بواب زي موانا porter porter يهاجم attack attack attack. قبيح nasty nasty. آآ يختفي disappear disappear. يظهر appear. مجرم criminal criminal. شقة apartment apartment. مدير manager manager. شريك partner. طبال drummer. يقبض على arrest arrest. مخبر detective. عام نظافة cleaner. قنيق او يعني لبسه منظم كده handsome او واسيم برضو شخص واسيم كده جسم مزبوط بان انا عري برضو ايه handsome بس انتقشت دي handsome. اصلا اوارع قولنا bold. شكرا لو شعرها ظهر يعني. طيب شابتر 1 بانوان visitor. يعني زائر. طيب بدي شابتر 1 بقولك my name is Samuel. Lenny Samuel. أنا اسمي Samuel Lenny Samuel. You can call me Lynn. ممكن تقولي يا Lynn. دل عني. I'm a private eye. انا محاقق خاص. A private eye is a private البيتكتيف 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 ده اللي هو يعني محاق القاس. يعني برضو ممكن يقول لك اول سؤال اول اقول له او او اي is someone who will work for anyone who will pay him. حد بيشتغل الحساب اي حد يدول فلوس. يعني انا مثلا خد فلوس دي ومسلا اقل في جريمة اي جريمة. ده البيتكتيف البيتكتيف هو مش تبع الشرطة هو او احنا اقلنا خاص يعني شغال حسابو لوحدو. I work on my own شغال لوحدي as a البيتكتيف كمحاقق. my office is on the west side of los angiels. المكتب بتاعي في الجهة الغربية او جانب الغربي من مدينة los angiels في امريكا. on the fourth floor of a high building. في الدور الرابع من مبنى لا مرة سكنية عالية. انا في الدور الرابعة. ممكن نقول لك مكتب لني ساموال فين? اقول ايه it's on the west side of los anglos on the first floor of a high building. اذا ثاني سؤال. ممكن نقول لك اوصف لي شأة لني ساموال اقول لي there are only two rooms in his office. مش هول ما يبقى. في قطين بس في المكتب. the outer room and the inner room. الاوضة الخارجية والاوضة الداخلية. outer يعني خارجي. the outer room is the waiting room. الاوضة خارجية هو اوضة الانتظار. there are four chairs in the waiting room. هي اربع كراسي موجودين في قط الجلوس دي او في قط الانتظار دي. يعني لما بيجي حد بيقعد الاول في قط الانتظار. على ما اللي عندي يخرج هو الاوضة الخارجية بتاعة الناس اللي جاية اه تستنى يعني تستنى في اوضة خارجية. اوضة الداخلية بقى اللي هو بيقعد فيها يستقبل الناس. فبقول لك الاوضة الخارجية بقى اللي فيها منطقة اللي انتظار بتاعة الناس دي فيها اربع كراسي. although على رغم من اني في اربع كراسي. there are never four people waiting to see me. to see me. وعمر ما كان فيه اربع اشخاص قاعدين مستنين عشان يقبلون يعني. in fact في الحقيقة يعني there is usually no one at all waiting to see me. هو بصراحة يعني ما يبقاش في حد اصلا قاعد مستنين. in the inner room بقى الاوضة الداخلية. there is a cheap wooden desk. مكتب خشب رخيص. يعني مكتب خشب كده. على قد حاله. there is a big wooden chair كرسي خشب كبير. for me to sit on. كرسي خشب كبير ده بتاعنا بقى عليه. and on the opposite side of the desk. يعني مكتب قدام اهو. كرسي الخشب بتاعي. وقدامي مكتب خشب. وقدامه بقى حتى الناس بتقعد عليها. اه ضيوف بتقعد عليها. كرسي اللي يقعد عليها. there is a low metal chair. كرسي معضا منخافض كده. for my visitors. للزوار او للناس اللي جاين لي. فاواضيا. the rest of the furniture in my office consists of. بيئة العفش بقى او الاساس اللي موجود في البيت او في المكتب. بيتكون من ايه? a large empty metal cupboard. دولاب كبير معدن فاضي. مفوش اهي حاجة. and a low bed in one corner. والسجر شغير كده ايه? في زاوية من الزاوية المكتب. when there is a lot of work. لما يكون عندي شغل كتير قوي. او في معنى صحي انا ما يكونش عندي شغل بنام. انا مش لها حاجة اعملها. اقول لك بقى لما يكون عندي شغل كتير قوي. i sometimes sleep in the office. ساعد بنام في المكتب يعيني من قطب الشغل اللي عندي. the notice outside. notice معناها ملاحظة. بس مقصود معصود بها هنا ايه? اليافطة لقدام الباب يعني. اليافطة بتبقى على الباب كده. اليافطة اللي بره بتقولي يا سيدي says l samwell. l اختار للني samwell private detective. محاقق. that's me. ده انا. i'm quite tall. ممكن يقول لك describe. l samwell. او ممكن يقول لك ايه? what does l samwell look like? l samwell كان شكله ايه? ايه? مثلا he is quite tall. طويل الى حد ما. nearly two meters. حوالي اثنين متر. ده بس من ان شاء الله ده نخلة. ده مش طويل بس. and i weigh eighty kilos. وزمي حوالي 80 كيلو. a lot of men say that i'm ugly. الجلب ولا علي شكل وحش. but women seem to find me attractive. بس الستات شايفيني شكل جذاب وحلوان. i have got brown eyes. عندي عنين بني. brown hair. شعربوني. and very nice teeth. واثناني حلوة. i had a good nose. too. كان عندي. ده بقى لك. i have. i have. او من هنا بقى. i had. كان عندي. من اخير كانت حلوة برضو. until someone broke it in a fight last year. لحد ما واحد كسرها لي في خناقة السنة اللي فاتت. فمعدتش حلوة. recently مؤخرا او في الفترة الاخيرة او في الايام الويلة اللي فاتت يعني. i haven't been very busy. ما كنتش مشغول. او ما كانش عندي شغل معنا صح. in fact في الحقيقة. i have had very little to do. كان عندي حاجات بسيطة جدا يمكن اعملها. however. الرغم من ده. i did have. اللي بقى لك did have. شك انت قلت قبل كده. did بتيجي في السؤال بس. وdidn't في النفي. اه بس did ممكن استخدمها. في الجملة المثبتة للتأكيد. يعني هذا ما. i had. كان عندي او لي. i did have. بس ديلي ايه. للتأكيد يعني. مش غلط بطو. i did have some work last night. last month. كان عندي شغل. جالي شغل فعلا. الشهر اللي فت. it all started late one afternoon. الموضوع بدأ في يوم بعد الظهر في اخر النهار كده. when i was sitting in my office. كنت قاتل في مكتبي. i had just finished cutting my nails and i was about to clean them. كنت يا دوب لسم خلص اسقصة في دوافري. يعني قاعد يعاني فراغ التام. مش لايك حاجة عاملة. قاعد ياسقص دوافره. فبقى اقول لك بلسة مخلص اسقصة بقى. وإيه بدأ ايه ان انا نضف دوافري بقى. وكلام من ده. suddenly فجأة i heard someone walk into the outer room. سمعت صوت حد داخل العودة الخارجية. هو مش مسدق نفسه بقى ان جاي لشغل يعني. i was i always leave the door of the outer room open. بسيب دايما باب الشقة اللي بيدخل عودة الخارجية بسيب مفتوحي. يعني ما بقفلوش ولا حاجة. in case anyone wants to come in and see me. في حالة. in case يعني حالة. اذا حد مثلا يعني غلط ولا حاجة و جاي لشغل ولا حاجة. when i heard the footsteps in the outer room. اول ما سمعت صوت خطوات الرجلين في العودة الخارجية. i wasn't very surprised. ما كنتش متفاجئ ولا حاجة. i thought that someone had made a mistake and came into the wrong office. قلت اكيد حد غلط و دخل مكتب بتاعي غلط ولا حاجة. it was probably someone looking for the doctor next door. ممكن اكيد كانت لقي حد جاي للدكتور اللي في القوضة اللي الشقة اللي جنبي و غلط و دخل عندي ولا حاجة. انا مش مسدق نفسه ان في حد جاي بلو شغلة اساسة. but a moment later. بس بعدها بلحظة. there was a very quiet knock on the door of the inner room. سمعت صوت خبتة خفيفة جدا على باب القوضة الداخلية. قال لا ده جاي اللي انا بجد بق. come on. فقلت له تعالفت. i shouted and put away the scissors i had been cutting my nails with. فزعقت له كده. ادخل. يا هلا يا هلا. وامتشاء للمقص. كنت بوص بيدي اوفري. وعنتو. the door opened and in walked one of the most beautiful women i had ever seen. الباب اتفتح ودخلت منه واحدة من اجمل السيتات اللي شدت في حياتي. she was about 18 years old. كان عندها تقريبا 18 سنة. with blue eyes and long blonde hair. يعنيها زرقة. وشعرها اشعر. وطويل. she was wearing a smart green coat. كانت لبسة. بلتو. smart هنا وش معناها زكي. smart هنا معناها انيق او مرتب يعني كده. بلتو اخضر شكله حيل وكده. and they had a big brown handbag over her shoulder. وكان على كتفها. shoulder يعني كتف. over. يعني على كتفها كده. كان شنطة. اه. شنطة يد لونها بني. excuse me. قلت له بعد اذنك. said the girl. i'm looking for mister samuel. انا بدور على mister samuel. فقال لها ينهر. انا samuel يا حاجة. i said with a quick smile. فقلت له انا بابتسم او ينهر. انا samuel والمصحب. come in and sit down. اتفضلي. ادخلي عودي. the girl didn't smile back at me. فابتسمت لها. بس ما ابتسمت ليش. هل هاش حاجة. no i won't sit down. she said. قلت له لا مش عايز اعد. well if you won't sit down. at least come in and close the door. طلعا خلاص مش عايزت عودي انت حرة. بس على الاقل خشي وفي الباب الاوض وراكي. في الباب الاوض وراكي. the girl came in walked over and put her handbag on my desk. فالبنت داخلت. جت نحيتي. came over يعني word over. يعني جت علي او جت نحيتي المكتب. وحطت شنطة بتاعتها على المكتب قدامي. now i said طيب دلوقتي بقى what can i do for you. ازاي اطرع ساعدك يعني امور هنا حاجة. قلت له i need help. انا محتاجة مساعدة. but i don't know if you will be able to help me. are you a real private detective. قلت له والله انا محتاجة مساعدة بس مش عارف انت طرف تساعدني ولا لا. هو انت محاقد قص بجد يعني ولا. لا. of course i am. اكيد طبعا انت بتتكلمي ازاي. i replied angrily. ردت على الاب غضب قوي. الانتقات هنيني يعني. didn't you see the notes on the office door. هو انت مش رفتيش الي يفطل على الباب. الي يفطل يعني اللي هتقول لي انك محقق قص. الي يفطل بتقول ان ده مكتب لني ساموال. محقق قص. فانا ساموال وانا محقق قص. قلت له alright mister ساموال. the girl said call me. ببرود كده ماشي يا mister ساموال. there is no need to get angry. يعني ما تنفس نفسك او كده اهدى على نفسك شوية حاج. i have a little job for you. عندي شغلان لك. right. i said quickly. اشتق. قولي. what do you want me to do. احتاج مني ايه اصدت كل اموري. it's a very it's very simple. really. قلت له والله الموضوع سهل جدا بسيط يعني حاجة بسيطة. the girl replied i want you to find my sister. she has disappeared. عايزاك تدوري على اختي لان هي اختفت. طيب هنا شوية اسئلة بالاجابات. بقول لك what is a brave detective. قلنا a brave detective is a detective. a detective who will work for anyone who will pay him. he is not a policeman. حد بيشتغل عند اي حد بيدي له فلوس. وما هوش طبع الشرطة. what do you know about lenny سامول. تعرف ايه. لاني سامول قلنا. مكتبه في الجهة الغربية من لوس انجلوس. في الدور الرابع من مبنى عالي. طيب بيتي لأسئلة كلها متجوبة. انخشت بقى لأسئلة اللي مش متجوبة. ما فيش اسئلة مش متجوبة. طيب كويس. طيب في كلمات بردو تانية هيت. هيا اخدها معنا. قال لك يعني مخبر سيري. اللي هو الاساس او العفش. يعني جزاب. يعني حقيقي. مكتب مخبر سيري. اتكتيف. اساس او عفش. داخلي او خارجي. داخلي طبعا. خارجي اوتر. يتكون من مش هجرة وخناعة يعني. 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 يعني اذا ما كان يرجح حاجة كما كانها. اه كتف. بلاحظة. قلنا بلاحظة او اه يفطى يعني. يزن او يبلغ من الوزن. داخلي قلناها فوق اهية. ويتكون من قلناها فوق برضو فاسيبكم منهم خلص. طيب كده شباب يكون خلص شبتر وان. يا رب يكون فيديو عجبكم. تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وانتظروني ان شاء الله في بقية الفصول قريبا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.